انطلقت اليوم جلسات الحوار الاقتصادية بالحوار الوطني بحضور ممثل الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين وتتواصل الجلسات على مدار أربعة أيام لمناقشة محاور التضخم وغلاء الأسعار والدين العام وعجز الموازنة وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة والعدالة الاجتماعية وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي وذكرت دارة الحوار في بيان أن ذلك يأتي انطلاقا من الإيمان الراصخ بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم ومواجهة التحديات وخصوصا الاقتصادية